مستحقات اللاعبين ده عنوان ليه أحمد الهواري مستحقات اللاعبين لعبين نادي الزمالك و 38 مليون جنيه من ياسين من العنوين اللي أنا أعمل باية فزولة بالنسبة لي 40 مليون مش لا 38 خلينا نبدأ بموضوع المستحقات عشان برضو حصل عليه كلام كتير إن اللعيبة واخدها مستحقتها أو اللعيبة يتصرف لهم أخر فلوس أنت كمان عارف المعلومة دي؟ أخر فلوس نزلت للعيب الزمالك في حسابتهم أنا برضو بقول لك كلام يعني لا أنا متأكد بعد مباراة السوبر أمام النادي الأهلي بعد المتش وده برضو علامة استفاة من اللعيبة خسرانة فانزل لها الفلوس بعد المتش مش قبل المتش آه يعني لعيبة الزمالك خسرة السوبر فالمستحقات نزلت دي مفاجأة أنا بقول لك أول ده تقلي ده كان آخر فلوس نزلت للعيبة ومن وقتها اللعيبة ما نزلهاش مستحقات اللعيبة متأخر لها مكافئة الدور اللي فات اللي بيتم التأكيد أنها تصرفت ما تصرفتش والمتأخرة من الدور اللي فات طيب بعد ماتش بلوزداد فيه لعيبة راحوا لكابتن إسماعيل يوسف في قط الليبس قالوا لها يا كابتن اللعيبة كلها لازم تاخد فلوسها المتأخرة عشان تقدروا تحسبوه فيه لعيبة أصبع عندها حالة لا مبالاة فلازم اللعيبة تاخد فلوسها وبالتالي في اجتماع مجلس الإقدارة أمبارح نوكش أمر أن اللعيبة تصرف لها مستحقتة عشان تقدر تتكلم مع اللعيبة وتحسبها على النتائج السلبية والنتائج المتزبزبة فيه 38 مليون جنيه مفروض داخلين خلال الساعات الحالية من رجل الأعمال أستاذ ياسيم منصور اللي هو كان رئيس شركة الكرة الصابت بالنادي الأهلي هو عنده بعض المحلات فيه صور نادي الزمالك كمنطقة تجارية والنادي الزمالك ليه مستحقت عنده فالراجل هيدخل للنادي حوالي 38 مليون جنيه الرقم ده تقريبا كريم من 15 17 18 مليون هيتصرف بس منهم على فرقة الكرة في نادي الزمالك كمستحقات للعيبة فهم منتظرين المبلغ دوت عشان ينعش خزينة الزمالك وياخدوا منه حوالي 17 مليون جنيه للفرقة الكرة بس يتصرف لها عشان اللعيبة يعني كأدارة تقدر تتكلم مع اللعيبة في أي نتائج متزبزبة أو أي مشاكل هتحصل قوة الملع